بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم البنات والسلام حبيبات وشراكم وشرا تكونوا كامل بألف خير وانتو ما تفرجوا في الفيديو هادي تعال نهار اليوم اللي بديتها لكم بهاد الاجواء الطبيعية هادي هنا كنت في دائرة يمتيت مارش مع مولابيتي وعجبتني هاد الاجواء هادي قلت نشاركها معاكم جني غال ممكن نخرج نمشي منديش معايا البوغتاب اليوم بديتو قلت نصور لكم شوية هاد الاجواء اللي راهي وش نقول لكم تغير اه شتها دي لطاحت معا نخر شغل عاو تحيات الحالة والدنيا ولد كامل خضراء زاهية شغل الربع شغل الصيف وش نقول لكم واحد الاجواء ما شاء الله من المناظر الطبيعية الخلابة نروحوا للمناظر اللي ما نحبوهاش ولا ما نقولش ما نحبوهاش لانه التنظيف لازم في حياتنا باش نعيشوا بيان باش تكون عندنا هذيك الطاقة الايجابية سينو نخرجوا بره شوفوا هذيك المناظر الطبيعية ويعجبنا الحال ويطلع الموغال وكي ندخلوا للدار نلقاوها مرمدة دونك شغل ما درنا والو اهنا يا يعني انا منخبش عليكم يعني مشي دايمن سيق كامل للدار عندي شوفون حبنا سبيري نجبت كامل غبرة بلا سبيغاتو وبالنسبة لتسيق عندي الكوزينا عندي هنايا الهول هادايا وعدنا الحمام يعني هدو هما الاماكن في الدار اللي لازم كشغل نجوزو لهم دايمن باسكو فيهم دايمن الشغول وفيهم بزاف يعني الفايفيا وينستعملوهم يوميا ومن الاماكن اللي تقطر فيهم بزاف البكتيريا استعملت كي مشتوا معايا ستيك تاعي لافصل اكوش تعطاني باريق بزاف هاي اللادال دونصل ويخلي ريحة بزاف هاي لسيخطو هذك لزرق لبنات ومبعد هنايا في الاخر كامل بعد ما كملت التسياق لسانيتاغ هنايا درت ستيك ديالي هذك لوجال الجد مركز والاقتصادي يعني باطا هذك تعرطل وكاين حتى تعكيلوا البنات تشدلكم يعني حتى تخلاص تكروا تقولوا وقتاش تخلاص وهي ما تخلاص وقسيم بلا واقل تضربوا بها واحد العام وعليها بزاف مركز البنات وتديرو كي مشتوا غير شوية ديرو دايمن هذك المغرفة ان بلاستيك لداخل باش ما تت كشور ما تتخسروش منو بزاف باسكو كي نديرو في اليدة حي لسقنا كامل في يدنا دونك ديرو هكدا كي يبتيت كوياغ الداخل وحتو غير شوية هكدا وجوزو على لافايونس ديالكم مامي اللي حبيتو للتسياق وكامل يمد بارق هاي اللي ينقي وتاني يقضي على كامل الاوسخ ظالة هنا يا اخر حاجة دايمن السلة تاعي تاع صالدوبة اذا كان فيها الحويجات حتى هما اندرهم الداخل يعني هذا هو الروتين تاعي اليومي العادي لاني نشاركو معاكم هنا يا درت شوية من لايف هذا تعالي بريحة الفرنبواز رحت واش نقولكم هاي اللي بنات هاد البيدون تاع زجري 3.5 كين تاع 3.3 كين تاع 5 كين حتى 10 اذا كان مثلا افراد العائلة بزاف هادك خياتي رح يشد لكم يعني مدة طويلة سيغطوين للناس اللي يغسلوا بزاف كين قلتكم افراد العائلة هادك البيدون تاع 10 اللي تاعيشد لكم ما شاء الله وتاني رح جد مركز المهم خياتي لايف يعني مركة غانية عن كل تعريف ظالة هنا يا احننشارك معاكم خياتي بمناسبة عيد الاطحاء المبارك اللي ان شاء الله ربي يدخلوا علينا وعليكم بالصحة أولى هنا يا ربي رح نشارك معاكم طريقة تقطيع الرقبة تاع الكبش يعني بطريقة بزاف سهلة هنا نجيبو موس يكون ملاح يكون حد ومبعد نديرو هاكدا شوفو خياتي خطوط في هذيك الرقبة دينا فيهم حبولي دودوا ومبعد بالموس شوفو نقطعو هاكدا حتى نوصلو وين كاين لعظم هاكدا بهاد الشكل هادا هاد الحقيبات تاع الساكاكين كنت شاركتها معاكم من قبل راهي من عند لاباش خالد إلكترو ميناجي راهي مازال دائما متوفرة عندو دون كيدا كنخصوكم مواسهيلين ماضيين لهاد العيد هادا راح نخلي لكم خياتي رقم الهاتف راح يجوز امامكم هاكدا شوفو خياتي بعد ما هاكدا كامل درت يعني تصول علم تسوي الانقطع جبت المنشار الي تخيك اديالي وقطعت به شوفو هنا يا كيفاش هادوك ليباختي كيفاش يتقطعو ما شاء الله ما كاين هاداك الفتات ما كاين هاداك الدق داقة دكتا العظم ممكن طيبو الماكلة ديالكم هاداك العصوص ولمرقة تاعكم ما يجيش فيها كامل هاداك الفتاتة العظم لي فغيما يعني يجيني كنكونو ناكلو وشوفو كفاشي قطع ما لقي على بلكم العظم تاع الرقبة هو يعني شغل العظم صعيب بزاب بزاب يجي خشين تاني شوفو معايا البنات راح يتقطع هاديك الرقبة ما شاء الله مام لي مخصو كما قلت لكم يجو متحوفين ويجو شابين شغل الخدمات تعبخو في سونا لح نديروها حنا ننسى كي مشتخيتي انا اللي راني نقطع ماشي مولابتي دونك حاجة بزاف سهلة واللي عاوني هو هاد المنشار الكهربائي هادا لي يعني راني فرحانة بزاف بزاف وانا نشاركو معاكم واحد المنشار خيتي دائما من عند لاباش فيسبوك خالد اليكترومي ناجي اللي راه يديرو عروض وش نقولكم ما شاء الله بمناسبة عيد الاطحاء المبارك راه يديرو بزاف تخفيضات راني رايح نخليلكم لليا تاع لاباش تاع خالد اليكترومي ناجي في صندوق الوصف هاكدا بش شوفو كامل تخفيضات اللي رام دايرهم وعندو بزاف انواع تاع مناشر ماشي غير هادو مي وش نقولكم يا خيتي انا بعد ما جربت هاد المنشار هادا شتوني يعني نشد وحدي ونقطع وحدي لانو بزاف خفيف هاوليك هنا اللون تاعو تاني بزاف شباب ماشي كبير بزاف خفيف خفيف على الليد والله يا خيتي من اروع ما يكن وراهو غو شارجاب كي ماشتو في دو باتخي تاع واحد وعشرين فولت الله يبارك هاكدا ما نطيحوش كامل امبان معاهم شارجر اديالهم دايمن عندك واحدة غو تسوكوغ إلا كأنك يتقطعي في الكبش ولا في الحمل ولا وحبست لك تم تم تشارجي الاخرى والاخرى تدري هات تشارجر هاي اللي كيفاش يعني نركبوها بهات طريقة بزاف سهلة وكي نحبو نحيوها نعبزو برك على هذيك القفلة الحمراء ونجبدو راح يتنحها ايه تشارجر هاكدا تاني بهاد الشكل هادا خيتي بالنسبة اللي لام اللي مناشرها مليك هنا خيتي فيه زوج من الاينوكس ستين الاستيل واحد خشين واحد شوية رقيق يعني وصولي تصحح ما شاء الله رهم ما يتصدوش وعامليين بل بزاف وهاد المنشار هادا خيتي يعني ماشي برك اللعظة مول الحمو كامل راه متعدد الاستعمالات تقدرو حتى تقطعو به مثلا بلاستيك ولا الميتال الحديد ولا يتركب هاكدا خيتي هنا شوفو كينكشغلوا واحد البولون تمه ندوروه من جهة اليامين دايو غاكو راح ينتلقا وينفلاش تمه ونحطو هادا كل المنشار تقدرو تاني تستعملو له اي منشار واحد اخر راح يجي عليه فالا يعني المنشار اللي يتباعو في الاسواق هادوك وهاد الخشين تاني بنفس الطريقة هاكدا يعني انثبتوهم برك مليح وراح يثبت وما شاء الله خيتي يعني روعة انا الشي اللي عجبني فيه خيتي انه خفيف يعني تستعمله انت وحدك ما تحتاجش للمساعدة تعملها بيتك ولا يعني اي فرض من افراد العائرة والله من اروع ما يكون شوفو كي تبدو تخدمو في هادوك المؤشيرة تتعضو كين لون الخضر ومبعد كين لون البرتقالي ومبعد كين لون الاحمر هادوك يعني كي تكون لعباتخي تبدأ تنقص راي راي حتى يعني تشعلكم تمات سينيالي باللون الاحمر دونك تمات باشتاخدو احضركم وتبدلوا لعباتخي اديالكم وبالنسبة للسعر ديالو خيتي كوشتو كان ظاهر في الشاشة يدير مليون ومئتين وتمانين الف والتوصل راح متوفر كامل ولايات الوطن وحتى هاد الحاقيبة خيتي راي ما زالها متوفرة تع السكاكين لراهم نوعية جيدة راهم الاينوكس ستانلستير هادو خيتي دارت تمانمية وتسعين الف والتوصل متوفر كامل ولايات الوطن واذا كان ديتو هادو الحاقيبة مع هاداك المنشرة التوصل راح يكون مجاني وثاني راح تكون عندكم هدية معتبرة لأكثر تفاصيل خيتي ارقام الهاتف راه يجوز هنا امامكم راه يظهرها في الشاشة اشاركت معكم خيتي يعني من الحاجات اللي نحتاجهم بزاف العيد وراح ينقصوا علينا هاكدا يعني كريحت هنا عندك الحاقيبة على السكاكين فيها كلش كلش مخبي داخل بعد ما تكملوا دبيحة وكامل نشفيهم عاود يرجعهم في كل عيد راكي رايحة تحتاجيهم وضوك اخياتي بما انو رانا مقبلين على عيد الاطحاء المباركة حنشارك معكم وصفة من الوصفات يعني ليجي بزافة بنينا هي من كدبش عليكم كنت حابة ندير هاكش حاجة تعجاجن شخشوخة ولا طعام الرقبة هادي كيما يقولوا حبيت نبعد شوية للعجين غير ما معدناش بزاف من يدرنا الشخشوخة قلت اليوم ندير هاك شغل محمرة بطريقة بزاف سهلة هنا يا اخذت هاديك الرقبة درت لها شوية توابل كيما كتشوفو هنا درت توابل تعلي اللحم المشوي اللي كنت شاركتهم معاكم تعباب الدكان درت لهم شوية تعليم وطغد العكري نديرو هنا يا شوية زيت هادي زيت تعاوننا باش هادي الاعشاب والتوابل كامل يلسقونا في هادا كل اللحم درت شوية تاني اكلي الجابل هنا عندي شوية توم بودرات توم تقليدية وهنا نديرو تاني شوية تعلي الملح عصرة تعال القارس لي نديروها في اللحم لي دايما تخلي الحم دينا يعني طيب الطريطة بزبدة وفي نفس الوقت يطيب في وقت قصر ويداك المشي متوفرة عندكم ديرو مغير فاتع الخل نتبلوهم هاكدا شوفو خيتي كامل ملح ملح من الاحسن هادي نديروها ليلى منقبل ولا على الاقل ساعتين هاكدا باش الحم يجيبنين وبعدها داخل الكوكوت نزيدو نديرو شوية زيت ونحطو هادو قطعة علحم ادياننا اهنا هاداك الغيسي بيان شللتو بحوالي نص كاستع الماء هاداك اللي مارفين كيلو به هاكدا باش نديرو كامل التوابل وفي نفس الوقت باش الحم تعنائي طيب الطريطة وما يتحرق الناش داخل الكوكوت اهنا ستزوج فصو ستع التوم هاكدا كنزيدوهم بالوريقة تتوحهم باش هادك التوم متتحرقش معانا وبعد فالا نغلق على الكوكوت اهنا في اللول نزيد لها كامل وبعد غير نشوفها بدات اتصفر نقصلها للنار كامل ووش نقدره ونخلوها طيب ابتيفة في غردها من جهة واحدة اخرى هنا كنت درت شوية لوبيا خضرة راهي تفور باش نرافقها مع هاد الحم هادا اهنا خيتي بعد ما جازت اربع ساعة حلت على الكوكوت مينوت اديالي اهنا شوفو يعني تحصلت على هادك السلصة ولا تخاطره ما شاء الله اه الحم هادا خيتي نقلبوه على الجهة الاخرى لانه فلا كوكوت رح يطيبنا ولا يتحمرنا غير على جهة والجهة الاخرى ما يتحمرش هنا اني قلبتو بيكيتو بالموس باش نشوف يعني ما خصوش بزاف طيب هنا باش ما يتحرق ليش تاني و باش دايما تكون عندي مبتيت سوس زيت شوية على المسخن وبعد عاود تغلقت لا كوكوت وهاوليك هنا يا شوفو يعني ستخليتو يتحمر على جهة ستقلبتو على الجهة الاخرى هاكدا باش يجي محمر شوفو يعني حوالي نص ساعة ويكون طايب ما شاء الله والوقت على الحساب يعني نوعية على الحم يعني اذا كان الحم طريب زاف ممكن عشرين دقيقة ويكون واجد وشوفو بقعت نغير هاديك اليدام اديان هنا ناكد عليكم خياتي النار تكون قليلة هاكدا باش ما يتحرق لكمش نحيت شوية من هاديك الزيت لانه فيها يعني بنينا والبنة كاملة راه يتم وخليت شوية داخل كوكوت رميت عليها هنا يا طماطيش مع شوية بصلوتهم هادوما كامل رحيتهم بيان في الاشواق ورميتهم هنا على هاديك الزيتة هنا زدت شوية تعلي العكري الحلو شوية تعفلفل لكحل هاكدا يعني باش ما تجينش هاد لاصوس سامبا ونقلوها على نار قليلة كي نشوفو هات شغل تجمرت هاديك لاصوس هنا يا اللوبيا كانت خلاص راه يطابت وشوفو كيفاش طابت ماشاء الله طابت مفورة هايلا يعني بقات محافظة على الشكل ديالها اللوبيا دائما و لاي خضرة فوروها ما ننسوش نديرو لها شوية تعمل هاكدا باش تجيبنينا وهنا ستعليهم شوية تعمل عدنوس ونخلطهم بيان حتى تتغلف كامل هاديك اللوبيا بهادي كلاسوس ونغلق عليها ماشي لا كوكوت يعني بغير بغطي وابرك ونخليها تتشرب لحوالي عشر دقائق زي تقدمت لهم معاها هاكدا شوية تعالي فخيت ليدرتهم داخل الفخيتوز ديالي لاماك ملتي سمارت اللي كنت شاركتها معاكم مم لا كوكوت هادي خياتي شاركتها معاكم راهم كامل من عند لاباج فيسبوك خالد إلكتروميناجي دونك إذا كان مازالكم محتاجين فخيتوز ملتي سمارت ولا لا كوكوت هادي سيناركو راهم مازالهم توفرين عند خالد إلكتروميناجي فالا خياتي هاولي طابق ديالنا شوفو كيفاش يجي يجي يشهي ويجي خفيف ما شاء الله والاحم هادك جم حمر لي فخيت طاب وفلا فخيتوز خفيف ما شاء الله لو بياد ديالنا تاني طابت على ما شاء الله وهادك الحم بلا ما نحكي لكم يجي بني لأنه ما طابش في كمية كبيرة تعلمه ويطيب ما شاء الله نقول لكم خياتي شاهدكم في الجنة ما تنسوش أخواتي ديروا حفظ الوصفة هاقده بش تجربوها إن شاء الله في هاد العيد الأطحى المبارك من تحضيرات تع الماكلة تعيد الأطحى المبارك نروحو دوكال التحضيرات تع اللبسان حنشارك معاكم خياتي عباءات لعيد الأطحى المبارك هاقده بش تروحو تغافرو بيهم الأهل ديالكم ولا يمكن البنات اللي روهم يجهزوا ويحبو يخبوهم فتخوسو ديالهم هاقده يعني بش كي يخرجوا بيهم وكامل يعني حاجة بطبع حاجة لكلاس وحاجة اللي راهي تندنس هاد العباءات كنت تحصلت عليهم من عند الباج انستغرام روما تيري 22 هاي لك الباج انستغرام راهي جوز أمامكم بالنسبة للي راح نخليه لكم خياتي في صندوق الوصف نشوفوا معا بعض الموديل اللولاني هاوليك هنا يا نوار بالبلان كي ما راكو تشوفوا للمارك روما هادي للمارك ديالهم هاد العباءات خياتي راكو تشوفوا فيهم معايا اذا كان كسبتوهم انتوما ما كان حتى واحدة اخرى رايحة تكسبهم لانه الكمية رايحة محدودة وهادو ما راهم لك خياتي تاع هاد العباج هادي خياتي هاد العباءات يجو دو بيس كي ما قلت لكم عباءات اللي راهم تندنس دوكا يعني ستيل تاع الخليجيات تاع الإماراتيات ستيل بزاف شباب متحوفين مصطورين وحاجة بالطبع تاني قماش هم خياتي ما شاء الله هاد الموديل التاني اللي راهم بلا كولر بزاف شابا رايحة هادك لا كولر بواد غاز كشغل في الكلاغ ما شاء الله حتى هاد الغاز تاني فيها دو بيس جي هادك تاع العباءة هادا ويجي هاد العباءة هادا اللي جي طويل هاكدا من الفوق هنا لبسهم في الماكان باش تشوفوهم معايا اخياتي دوك الغاز هادي جي فيها دو بيس فيها هادك لغالون اللي راهم بزاف شباب نوعية مليحة ماشي هادك لغالون كي تغسله يتكمش دونك شوفو هادي الدخلاني هادي ولا الغاب اللي جي لداخل جي هاكدا صامانش يعني من في هاد لعيد تقدروا تلبسوها بزاف شابا يجي معاها حتى الحزام تحت تقدروا تربطوها بالحزام ديالها وتلبسوها تستقبلوا بيها الضيوف ديالكم وتاني فالا إلا كان حبيتوا تديروا لها لعباءة تحها جي هاكدا بي هاد الشكل خياتي تحبو تلبسوها هاكدا تحبو تاني تربطوها كي ما قلت لكم يجي معاها الحزام ديالها النوعية تع القماش خياتي هاداك القماش تقيل بخمي شوات تع الامارات الخياتة بزاف متحوفة ما شاء الله ليمونش تحهم جيين بخاسك هاكدا كي ما كتشوفوا معايا كشغول شوف سوغي اللي خيرو بزاف شباب يعني تماشى مع الاكولوغ تع القماش يعني يعجبني بزاف الاختيار ديالهم أمامتون حاجة سامبل حاجة تضيفي بيها حاجة قدي تخرجي بيها يعني حاجة بزاف شابا وحاجة تاني خياتي مريحة يعني معاها تسخانو كامل ارمي برك على روحك هاكدا وخرجي ووالا حاجة بزاف سامبل وحاجة ما شاء الله كي ما يقولك توس كي سامبل ايبو ويجو هاكدا طوال كشتو معايا اهنا ديفان كيفا الشكل ديالهم ولدو هاكدا يجي كامل السامبل الي الدين تاني ما شاء الله شوفوا يجو بهدوك بالقالون هاكدا الخياتة كي ما قلت لكم خياتي متحوفة الله يبارك روعة ووالا هنا يا شوفوا الحزام كي ما قلت لكم تحبو تديروها على الداخل اذا كان لبستو هاك شغل انغاب مام اذا كان لبستوها هاكدا بلعبايا تحبو تاني تديروها على برة تاني اذا كان خرجتو شوفوا هاكدا زي درمي عليك خياتي راح نخلي لكم خياتي لي فوتوا رامي جوزو هنا امامكم يعني بغتي بزاف شابين بالنسبة اللي طي خياتي راهم متوفرين بالنسبة المقاسات خياتي ولم الطول هما على كل حال جايين بخاسك ستاندار عندكم من مترة وسبعين حتى المترة وثلاثة وثلاثة وثمانين 1.70 حتى 1.83 بالنسبة للطول هادو مخياتي يعني بلا كوماند يجو سور كوماند اذا كنتو حابين تحصلوا عليهم لازم تديرو طلبية ديالكم قبل العشرين جوان لانو رانا مقابلين على العيد وشركات تتع التوصل على بلكم يحبسوا حوالي هاكدا تلتيام قبل العيد اللي كبير ان شاء الله دونك ديروا حساباتكم خياتي نروحو دوكا لدوزيام مودل اللي تاني بزاف شباب وحطة اولا كلاس لي جا خالي طبين اللون الابيض واللون الاسود يعني خرج التروعة تاني بزاف شباب داروا لها هاد السوتاج هادا اللي رافليه ماش بزاف شباب كشول واحد اللي لمسا تعلو دوغي لي اعطات الاناقة لهاد العباء هادي هادك سوتاج خياتي يراهو تحرير ماهوش تعاني له ماشي حاجة اللي كتغسل العباية تا عكرا ورايح يتكمش داروه كي ماشتو معايا هنا فليمانش فلي دو كوتي هاك دايا خياتة تاني توجو غب بالطبع الله يبارك ما شاء الله وريتلكم الديو فان وريتلكم تاني هنا لدو تاني باش تشوفوا كيفاش جايين حاجة كي موقتكم خياتي موريحة في اللبسة اديالها الدخلاني كشتو لغوب هادك الداخل جاية سامبل جاية في النواق تاني تقدروا اللي بتبدلو لها لو كي ما تحبو وعندها الحزام تاحا تاني هاوليك تحبو تربطوه يعني تلبسوها بالحزام تحبو بلا الحزام تاني اه تزيدو الشال تاعكم صبابة الله الله وراح تخرجي حطا تخرجي زفطا كي ما تقول طيموشا ووالا خياتي دون كيدا كنتو حابين ديروا طلابية ديالكم الاحسن اللي عندها انستاغرام دير طلابية ديالها من خلال الباش ديالهم ولي ما عندهاش دير من خلال رقم الهاتف وضوكا خياتي نختمو الفيديو ديالنا بحاجة حلوة يا الحلوات حاجة مقرمشة سناك هاكدا الدراري القهوة العشية ولا حاجة تدوها في يدكم الخارجات ديال ولكم حاجة بالنعلى بالنوم قرمشة الوقود تا الكوكا والمحمص مع الشوكولة نشوفوا مع بعض خياتي الوصفة بطريقة التحضير عدنا هنا حبة بيض تكون في دراجة حرارة الغرفة نضربوها مع 4 كاس تا السكر انا نقصت السكر يعني ما جوش حلوين جو هيلين واللي يحبو السكر ديرو نص كاس هنا كي ما تحبو نخلطوهم مليح شوية حتى نحسو هدك السكر بدايدوب نزيدو رشة تا الملح نزيدو حوالي مغرفة صغيرة معمرة تا الافانين نكملو هكدا نخلطوهم مليح مليح ومبعدا نزيدو المواد الناشفة عدنا زوج مغرف كبار تاع بودرة الكاكاو نختارو نوعية جيدة تاع الكاكاو باش الحلوة تاعنا هادي الجيبنينة نزيدو مغرفة كبيرة تاع حالي بودرة اذا ما كانش متوفرة عندكم ممكن تستغنو عليها وفلا نخلطو هاد المكونات هكدا مليح مع بعض غير بالفوي اليدوي نوكي ماشتو وحد الوصفة بزاف سهلة يعني فيه وقفارا كي راي حت حضريها حاببتي اهنا يا شوفو انت حصلوا على هاد الخاليط بهاد اللون لي شهي ديجا وبزاف شباب وريحتو وش نقولكم ما شاء الله اغلاكي تزيدو له هاد المغرفة الكبيرة تاع شوكولات اوبتيلا اح يعني تزيد لها بنا من اروع ما يكون اكو تعارفو البنات تاع شوكولات طلي يعني دائما ترفع عنا هادك الذوق تاع شوكولات اه لي راهي بالذوق تاع نوازات وكاملة راح تجي من اروع ما يكون اهنا نكملو نخلطو مليح مليح تا هاديك شوكولات طلي اوبتيلا دينات واللي ما تبنش كي ما قودكم غير تزيدوها راح تشمو راحة بزاف هايلا اهنا يا خلاص دوكا نزيدو اهنا يا كاوكاو عندي حوالي ميتين وخمسين قرام تاع كاوكاو اللي حمصتو في الكوشا نحمصو شوية مليح باش يجي مقرمش وتكون عندو بنا بزاف هايلا نزيدو هادك الكاوكاو شوية بشوية كي ماشتو الكاوكاو هنا يا انا حمصو ورحيتو يكون خشين خياتي ولازم يكون بهاد القاوة باش يمدننا قرمشا ويمدننا واحد الشكل بزاف شباب لهاد الصح التعبير لهاد الحلوه هادي وفالاي الموهم حتى نتحصلو على خالط يكون تقيل بهاد الشكل هادك شوية على عجينة اهنا يا دوكا نجيبو ام بلاتولي لازم نفرشو الورق الطهي باش ما تلسقش معانا الحلوه دينا وهاد الحلوه كنتشوفو في العجينة تجي تلسق دونك من الاحسن هاكدا نديرو اكياس بلاستيكية في يدنا ولا نلبسو دي غان ولا نرفضو بالمغرفة ونحطو في السنيوه ادينا كي ما نديرو لي كوكيزو كامل يعني كشغل دي كوكيز بطريقة مختلفة نمشيوهم تحبو تديروهم هنا البنت على شكل دوائر تحبو تديروهم هاكدا على شكل كشغل اصابع بطريقة عشوائية هاكدا بهاد الشكل اهنا يندخلوهم الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئاوية لحوالي 20 دقيقة هادو ما البنت ميطولوش كامل لانو كشتو ما فيهمش بزاف مكونات حبابت شوية سكر مكان فارينا مكاين زيت مكاين والو دونك 20 دقيقة حوالي 10 دقايق والاربع ساعي طيبو من الاسفل مقبل ما تخرجو لهم زيدو لهم سامينة من فوقه وراح يكونوا واجدين هاملك هنا يا بعد ما طعبوا يعني كما قلت لكم تمتموا مراحين يحكموا روحهم هايلك هنا اخياتي الحلوات عنا راهي وجد نخلوها تبرد باش نقدموها ديروها في بورت مانجي اغميتيك تكون محكمة الاغلاق راهي رايحة تشتلكم مدة طويلة رح يفرحوا بها بزاف ولداتكم كما فرحت انا اولادي وفرحت روحي عجبوني بزاف بزاف عندهم قرمشة رهيبة وبنا روعة بنت الكوكا والمحمر مع الشوكولة من اروع ما يكن كانت هذه هيالا فيديو تانهار اليوم اخياتي نقولكم تهالله في صحتكم تهالله في روحتكم واذا كانت جربتوا اي وصفة من وصفاتي شاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام كويزين ساميرا ديزاد وما تنسوش دايما كما نقولكم احبكم في الله دائما وابدا تهالله في صحتكم الى الملتقى في فيديو واحد اخر في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة